السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وابعياكم إخوة الأعزاء أينما كنتم اليوم الصحيح من أن نتحدث عن مرض شائع اللي هو مرض النقرص أو التهاب المفاصل النقرصي كما يسمونه وبعض الأحيان منسمع أنه يسمى بداء الملوك اعتمادا منهم هذه التسمية داء الملوك على أنه الملوك أو الطبقات الراقية العالية بالمستوهي اللي بتوكل اللحوم الحمراء فسمي بداء الملوك ننصح هذه المعلومة إن شاء الله إخواني ونبدأ بالتفصيل إن شاء الله بمرض النقرص هذا المرض أول شيء إخواني بالنسبة للتسمية بداء الملوك هو ليس فقط لأن الملوك هم من يأكلون اللحوم لا في عنا أكثر شيء نحن بنتكلم عن البروتينات البروتينات تتواجد أكثر شيء في اللحوم وأيضا تتواجد في البقوليات الحب ذات الفلقتين الحب ذات الفلقتين مثل الفول الحمص الفصولية البيضة العدس هذه تحتوي على كميات عالية جدا من البروتينات فيجب أن الأمور هذه نمتنع عنها لذلك هو سمي يداء الملوك لأن هذه أصلا قديما البقوليات هذه كانت لا يأكلها غير الطبقات الراقية نحن نتحدث قديما على زمن الفراعنة على زمن الإغريق الرومان فكانت هذه الأمور لا تأكل لا تأكل هذه اللحوم أو البروتينات الحمص الفول العدس الفصولية هذه لا تأكل إلا من ضمن الطبقات الراقية لذلك سمي يداء الملوك إحنا بنعرف زي ما بنعرف أنه النقرص هو عبارة عن تزايد لترسب حمض اليوريك أسد في الدم اللي بنفهمه أنه عند ما يزيد اليوريك أسد نسبة الترسب في اليوريك أسد تزيد في الدم بتصير تترسب على مناطق معينة في الجسم أهمها المفاصل ودائما بنحكم عليها بإصبع الرجل الكبير إصبع الرجل الكبير هو اللي دائما بحكم لنا على مرض النقرص فبيحس المريض المصاب أنه بصير صعب جدا يحرك مفصل إصبعه بصير فيه حواليه التهاب أحمر صعب جدا حد يمسكه أثناء المسير بحس زي الوخز في القدمين واللي هون مننا نميز بينه وبين العظم الشوكية لأنه بتختلط الأمور بالنسبة للنقرص وبالنسبة للعظم الشوكية واللي بحكم على هذا الموضوع اللي هو الطبيب عندما يطلب منك فحص الترسب في الدم وبطلب منك سيرة ذاتية يعني بتحكيره شوي عن حالتك بالإضافة لهذا الفحص بثبت إنه معك النقرص أم لا الصحيح أنا إجتني سبب هذا الفيديو أنه إجتني تساؤلات كثيرة جدا في التعليقات على معظم الفيديوهات على قناتي في اليوتيوب عن علاج مرض النقرص المشكلة بالموضوع أني أنا أعطيت وصفات بسيطة والله العظيم لوجه الله لمن أتاني وجابت نتائج معهم يا أخوان مرض بسيط وسهل جدا علاجه سهل جدا علاجه بتفوت على مواقع كثيرة من الإنترنت من اليوتيوب بيهولونك بالموضوع بيهولوا بهذا الموضوع لكن هو فعليا إن شاء الله أنه علاجه بسيط جدا أول شيء من أن نتفق على أنه مريض النقرص اللي عنده داء النقرص بده يتبع نظام غذائي محدد هذا أول شيء أحبيت تكمل مع الفيديو كمل الآن من أن نتفق على أسلوب غذائي معين بعدين منكمل إن شاء الله بالباقي هذا الأسلوب الغذائي اللي إحنا بنحكي عنه أول إشي بنبتعد عن اللحوم الحمراء نهائيا عطيني فترة شهر عطيني فترة شهر ثلاثين يوم امتنع عن اللي أنا بحكيه لك يا التزم بالنظام الغذائي وبعدها إن شاء الله أنه رح يرجع حياتك طبيعية وترجع مع أكلاتك طبيعية أول شيء منه نبتعد عن اللحوم الحمراء بنا نبتعد عن أي مادة تحتوي على البروتينات باختصار الحمص الفول العدس بيحتوي على كمية كبيرة من البروتين يا إخوان البازيلا الفصولية هذه البقوليات بشكل عام البقوليات ابتعد عنها نهائيا الأسماك إذا حبيت توق الأسماك سمك السلمون سمك السلمون أو التونة سمك السلمون أو التونة لكن بكميات معتدلة بكميات معتدلة لا بأس الدجاج إذا اكتفينا بصدر الدجاج ممتاز جداً يعني شوف إحنا منعوض اللحوم الحمراء مش شرطه كل اللحوم الحمراء كل دجاج كل السفينة أو اللي هي صدر الدجاج أسماك السلمون والتونة إذن نظام غذائي متوازن بنبتعد عن كل بروتينيات والبقوليات هذه بنبتعد عنها بنبتعد عن المشروبات السوداء مثل الشاي والقهوة بنبتعد عنهم رح نعوضهم الآن بمشروبات أخرى لكن ابتعد عنهم أعطيني بس أول شهر أول شهر أعطيني يا وانت أحكم طيب بنبتعد عن الأمور هذه بشكل أساسي بنبتعد عن الزيوت المهدرجة قدر الإمكان ابتعد عن الزيوت المهدرجة الأطعمة الجاهزة شاورما سناكات هامبورغر ابتعد عنها ابتعد عن هذه الأمور وخلي أكلك غذائي صحي يعني خلي أكلك من الطبيعة هذا نظام غذائي إذا تعودت عليه ممتاز جدا أكثر من الخضار والفواكه قد ما تقدر كل خضار وفواكه الآن الطريقة كالتالي ابتعدنا عن الممنوعات الآن مننا نيجي كيف نتبع نظام غذائي أول شي هذا خلال أول أسبوع شوف خلال أول أسبوع الإكثار من المياه 14 كاسي يوميا إذا قدرت تشرب يوميا 14 كاسي ممتاز بعد 5 أيام نعطيك مدة 5 أيام ممكن تخفف المعدل لثمن كاسات يوميا الإكثار من المياه والعصائر الإكثار من المياه والعصائر شو المقصود بالعصائر رح أعطيك نوعين من العصائر والله العظيم إن شاء الله ويقيني داخليا بالله إذا استمرت على هذه الوصفة البسيطة لن تشكو من النقرص أبدا عصير البرتقال كاسي صباحا كاسي مساء وأهم شيء كاسي قبل النوم عصير البرتقال عصير الأناناس طبعا عصير البرتقال أساسي لا تناقش فيه نهائي ثلاث كاسات يوميا صباحا ظهرا قبل النوم كاسي هذا بس أعطيني فيه أول أسبوع لغاية نهاية الشهر يعني كل علاجك هو عبارة عن شهر وشوف كيف النتيجة إن شاء الله رح تكون ممتازة ومضمونة إن شاء الله فإذن كثر مي 14 كاسي كل يوم خلال أول أسبوع بعدين مننزلها لثمن كاسات عصير البرتقال ثلاث كاسات يوميا عصير الأناناس إذا قدرت تأخذ كاسي يوميا ممتاز كل ثلاث أيام كاسي ممتاز لكن لا توقف لي عن عصير البرتقال لا توقف عن عصير البرتقال هاي صار عندنا شغلتين الشغلة الثالثة التين المجفف اللي هو منسميه القطين معروف موجود عند الدكاكين عند بيعين الخضرة عند العطارين القطين وبيجي مشبوك بخيط قطين ثلاث حبات قطين مننقعهم بكاسة زيت زيتون كاسة ملئ هادي من زيت الزيتون منحط فيهم ثلاث حبات قطين من المساء إلى الصباح من المساء إلى الصباح الصبح على الريق بتوكل الثلاث حبات قطين بتوكل الثلاث حبات قطين الزيت هذا بتقدر يوميا تستخدمه انا بنصح انه تشرب منه ملعقة وتدهن بالباقي ادهن مفاصل جسمك بهذا الزيت ادهن المفاصل المنتضررة بهذا الزيت ولو استخدمت نفس الزيت وانا قاعد فيه ثاني يوم يوميا تنقع ثلاث حبات كل يوم ثلاث حبات مع كاسة زيت زيتون وشوف النتيجة هذا استمر عليه لمدة شهر يا اخوي اذا صار عنا مي عصير برتقال والقطين مع زيت الزيتون وامتنع عن كل السلبيات اللي ذكرناها والمأكولات اللي ذكرناها البقوليات واللحوم ابتعد عنها واستخدم هذه الوصفة ان شاء الله خلال شهر ستجد العجب العجاب ومن اول اسبوع وشرط والله قادر على كل شيء من اول اسبوع ستجد النتيجة وروح حلل اليوريك اسد روح حلل اليوريك اسد وصفة بسيطة جدا سهلة جدا ما عليك الا انك تستمر عليها الان بدي اعطيك مكملات غذائية برضو بتساعدك بالمستقبل ليش؟ لانه بما انه عندك ترسيب في اليوريك اسد وقضينا على هذا الترسيب في اليوريك اسد لازم استمر على نظامي الغذائي بعد الشهر انا بقول لك ارجع كل لحمة لكن بكميات متوسطة يعني عود جسمك بدك تعود حالك انت الان مصاب بداء النقرس اذا الان انت بدك تتبع اسلوب غذائي معين بدك تعود جسمك على النظام الغذائي اصلا هذا النظام الغذائي بيفيدك في الروجين بيساعد على صحة جسمك بكل شيء اذا عندك التهاب مفاصل باي شكل بيساعدك عليه الوصف اللي ذكرتها خاصة القطين او التين المجفف مع زيت الزيتون ممتاز جدا للروماتيزم والروماتويد ممتاز جدا للتهاب المفاصل فشوف انت بتعالج اكثر من شغله بتقوي جهاز المناعة عندك من اكثر من شغله وانت ما بتعرف بثلاث شغلات طيب في عنا اكثر من شغلة ممكن نذكرها في هذا المجال طبعا ما ننسى نذكر انه بنا نبتعد عن المشروبات الغذية المشروبات الغذية يا اخوان هذه بنا نحاول قدر الامكان ان شاء الله انه نبتعد عنها عصير الكرز في عنا الكرز الاحمر والكرز الاسود العصير الكرز الاسود هو المطلوب اذا ما لقيت والكرز الاحمر موجود استعن بالكرز الاحمر الكرز الاحمر كثر من الكرز شوف الكرز كثر من الكرز ممتاز جدا ايضا عصير الكرفس الكرفس موجود عند تبعون الخضرة حطوا مع السلطة خلي غذائك دائما يحتوي على السلطة باندورا وخيار وكرافس وليمون وباقدونس وجرجير سلطة جرجير كلها مع بعض شغلة مهمة ايضا في نظامك الغذائي شربة الكوسة تعرفوا شربة الكوسة يا اخوان الكوسة منعرفها منقطع الكوسة منخرطها ومنعملها منغليها بالمي يعني شوربة يعني الستات بيعرفوا هذا الكلام مثل شوربة الماجي مثل شوربة اللحمة أو شوربة العظام شوربة الكوسة شوربة الكوسة يا اخوان اعتبردها اعتمدها في نظامك الغذائي ايضا عندنا يا اخوان زيت السمك زيت السمك يحتوي على اوميغا ثري الآن اصبح يباع زيت السمك هذا اصبح يباع في الصيدليات على شكل كبسولات ممكن تستخدمها ككبسولات وممكن تجيبها من عند العطار زيت السمك وتدهن فيها وممكن تاخذها اصلا شرب زيت السمك طيب ايضا منا نركز احنا ما قلنا بس فقط اللحم الحمرة يعني فقط اللحم الحمرة الكبدة الطحال القلوب المعاليق اللي هي الرئتين والكلاوي اي شيء داخل هذا الخاروف ابعد لي عنه اي شيء داخل هذا الحيوان او الماشية ابتعد عنه ممتاز جدا ابتعد عنه مش فقط منقول احنا اللحم الحمرة يعني اللحم الحمرة بدك تبتعد ايضا عن الكبدة ومشتقاتها الكبدة المخ للسانات الرئتين الكلاوي القلوب هذه كلها ابتعد عنها حكينا السمك السلم ونوطونا الدجاج باعتدال وان شاء الله انه هيك اذا فحصت خلال الاسبوع الاول رح تجد تغير هام جدا خلال الاسبوع الاول رح تحس انه الدعس وما تدعس برجلك الوخزات هذي الموجودة رح تحس انه تغيرت نهائيا تغيرت تماما صار في عندك راحة فقط التبع اللي انا حكيت لك عليه اعمل اليك برنامج غذائي بلا من اللحمة بلا من البقوليات نهائيا خلال اول شهر بلا منها نهائيا كثر مي عصير برتقال ثلاث كاسات كل يوم القطين مع زيت الزيتون وسلامتكم هذي ان شاء الله انه بتقضي على النقرس وبصير عندك بتعالج كل شيء يعني هذي الوصف اللي انا بحكي فيها تعالج كل شيء الام المفاصل الام العضلات التهاب المفاصل التهاب الركب اللي عنده شيء بركبه النقرس اي شيء يختص بالمفاصل وبالجهاز المناعي هذي الوصفة ان شاء الله انه بتعالجه اتمنى اني اكون قدمتلكو شيء اليوم طبعا يا اخوان ما قدمتها انا بفكري انه التعليقات اللي كانت تيجيني على اليوتيوب انه الناس عارف الوصفات هذي انه عارفيتها لانه ناس اجتني وعطيتها اياها وتحسنوا تحسنوا تحسن مش طبيعي مش ملحوظ فلانها رخيصة انا قاعد بقطيها للناس بقولهم يا اخوان هذي بين ايديك بمتناول ايديك يعني سهل جدا فانا كنت متوقع انه اصلا المرض يعني لم يعد يذكر يعني خلاص انتهى لم يعد يذكر يعني المرض صار فيه سيطرة عليه فقط شوف عصير البرتقال لحاله كفيل انه ينهي مرض للنقرس عصير البرتقال لوحده لكن احنا بنعمل نظام كامل بحيث انه لو كان له اسباب اخرى مرض النقرس غير الترسب من اليوريك اسيد انه يقضي عليها فعطيتك البرنامج هذا ان شاء الله انه بفيدك وانه بكون ممتاز جدا اليك اتمنى يا اخوان اتمنى اتمنى اعملوا اشتراك في القناة فعل خاصية الجرس لا تنسى الاعجاب بالفيديو ولو ما اعجبك اعطيني ما عندي اشكال وايضا التعليقات اللي استفاد من احدى هذه الوصفات او كان معاه هذا المرض وجرب شيء واستفاد عليه يا ريتي نزله بالتعليقات خلي الجميع يستفيد خلي الجميع يستفيد يا ريتي يا اخوان وبعاكد مرة اخرى لا تنساني من الاشتراك في القناة ولا تنسى تفعيل خاصية الجرس واحضر الفيديو مرارا وتكرارا وشير هذا الفيديو في اوسع نطاق خلي الناس لعل الله يكتب لنا اجر المحسنين لعل الله يكتب لنا اجر كل من جرب هذه الوصفات واستفاد منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته